السلام عليكم ورحمة الله زيكم عاملين اي رب تكونوا كيسين بقى الف خير ان شاء الله خلاص شهر رجب بيخلص ودخلنا على شهر شعبان بالمناسبة دي حبيت اتكلمكم عن شهر شعبان وفضل الشهر ده هو سبب تسميته بالاسم ده شهر شعبان هو شهر الثامن في التقويم الهجري اتسمى بالاسم ده لان العرب كانوا بيتشعبون فيه في الارض يعني بينتشروا للبحث عن الميا وتقال لانهم يتشعبون في الغارات الامام ابن حجر قال سمي شعبان لتشغيلهم في طلب الماء او الغارات بعد ان يخرج شهر رجب الحرام يتشعبون في الغارات بمعنى ان هم كانوا بينتشروا للجهاد اللي كانت محرم في شهر رجب وتقال لانه بيتشعب فيه خير كتير للصايم عشان يدخل الجنة شهر شعبان مقدمة جميل لشهر رمضان يعتبر شهر شعبان زي السنة القبلية اللي بنصليها كده قبل الصلاة المفروضة صلاة السنة القبلية بتبقى زي تهيئة للنفس كده وتنشيط لأداء الصلاة الفريدة كمان شهر شعبان بيبقى تهيئة للنفس لشهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقطر من الصيام في شهر شعبان السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من قصرة صيامه في شهر شعبان فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يقفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم فيستحب في شهر شعبان كل أعمال الطاعة بوجه عام والصيام بشكل خاص كمان ليلة النصف من شعبان لها مكان خاص فربنا سبحانه وتعالى بيغفر الزنوب في الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح من شهر شعبان حصلت فيه أحداث مهمة أولها أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالجهاد في سبيله وأوجبه عليهم في شهر شعبان تاني حاجة تحول القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام تالة حدث من الأحداث هو غزوة المصطلق اللي تهزم فيها المنافقين وقشفت فيها خدعهم حدث الرابع هو غزوة بدر الصغرى واللي كان فيها عدد المجاهدين المسلمين 1500 مقاتل أتمنى لكم المعلومات اللي قلناها في فيديو النهاردة عجبتكم تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تحطوا لايك وشير للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد إن شاء الله